مرحبا يا حلوين اليوم بدي أحكي معكم موضوع انطلب مني في صبية حلوة طلبته مني وأنا طبعا إذا تأخرت عليها فبعتزير بس هو الموضوع كتير مهم وبده يعني أكتر من حلقة نحكي فيه هو سألتني عن كريم الأساس أحكي عن الفاونديشن هلأ بدي قبل ما أحكي لكم عن الفاونديشن بدي أحكي لكم بهذا الفيديو عن شغلة كتير مهمة بدي تجيبوا ثلاث إذا عندكم ثلاث فاونديشن الفاونديشن ثلاث أنواع مختلفة تجيبوا وتحطوا على إيدكم نقطة من كل واحد نقطة من كل واحد وراء بعض مشان نشوف أنه أنسب لبشرتك أنت بتفكر كلهم نفس الإشي وبناسبوا بشرتك بس رح تتفاجئي لما يكونوا جم بعض إنه مش كلهم نفس اللون هاي شفتوا ومع إنه اتنين لما أو الثلاث لما تحطيهم على بشرتك رح تحسي إنهم بلبقوا للونك لكن مظبوط هو إنه هم مختلفين بس بلبقوا للونك وفيه إشي بلبقلك بالصيف وفيه إشي بلبقلك بالشتاء هاي ثلاث ألوان أنا متأكدة منهم إنهم نفس لوني وبلبقوا لي بدي أشوف أنا منهم أنه أكتر واحد مناسب للون بشرتك طبعا أنا حطيت كتير وإني عشان أدمجهم هم أقرأ بعض رح أحاول أدمجهم ونشوف بتوقع أنا هاد وهاد هم أنسبشي بدي كلكم تفتحوا على هاد اللي هو foundation.com بدي تفتحوا عليه عشان هاد شو رح يفيدنا رح نعرف كل الفاونداشن من ماركات تانية شو لوننا فهيك إذا بنا نشتر إحنا أونلاين بسهل علينا إنه نعرف شو لوننا وحتى أنا فادني بإني لما أروح أعرف من أنه لون أبدأ أجرب عائدي من الماركات اللي بدي أجربها ببدأ من لون هو رح يعطيني اقتراح لون أو لونين وبصير أنا أمشي عليهم ملا نفوت هيك هون بدي أحط أنا اسم أي ماركة مثلا أنا متأكدة منها خلينا نوخت طبعا اللي استعملناهم وحسيناهم مزبوطين هاد موكي مثلا عندنا هيك موكي هاي يقترح لي إياها لحاله هلا هون بدي يقترح لي اللي من هاي الماركة شو هو الأشياء أنا بدور على زي اللي استعملته اللي هو هاد وبحط هون هاي حطيت الماركة واسم الفاونداشن وهلا بدي أحط الدرجة اللي أنا عندي اللي متأكدة إنها لوني وأوعو تحطوا اللي مش انتم متأكدين إنها لونكم هيها درجة أوكي هلا أنا بدأ لقيها واختارها هيها أوكي هلا ماشي رح يخطي يحكي لي حطي كمان واحد شفتوا ليش قلت لكم حطوا أكتر من واحد رح أختار التاني اللي هو تشاف اللي هو حيو ديور رح نختار ديور فيني أنا أكتب أول حرفه رح يلاقي لا أكتبها عادي كلها ممكن أكتبها كلها بدل ما أعود أدور بس إذا نزلت لها تحت بلاقيها هيها أوكي هلا إنه اختاري شو هو الفاونداشن اللي أنتي متأكدة من لونه اللي هو طبعا هيو واحد وثلاثين بس مش مظبوط لا لا اللون غلط طيب مش مشكلة هو لازم اخترت صفر مع إنه هو كاتب صح بس أوكي هلا شوفوا هو حط المعلومات هون اللي أنا حطيتها وبعدين بدو يقترح لي من مركات تانية شو نفس اللون أو قريب من هذا اللون فرح يلبع لي طبعا هو ما رح يعطيني النوع فاونداشن يعني أنا مثلا بشرتي دهنية ولا مختلطة ولا جافة لا هو بعطيني كله بس أنا لازم أختار اللي بناسب نوع بشرتي هو ما إلو علاقة بنوع البشرة بس باللون فهي هو أعطاني المركات التانية هاي اسم الفاونداشن واسم الدرجة اللي اقترحها علي أنا تاعة ديور دخلته غلط هذا مثلا مظبوط عندي يا طبعا اكتشفت أنا إنه في الفاونداشن إنه مش هاي الدرجة الصحة اللي عندي أنا كنت مختارها غلط بعد هذا البرنامج صرت أعرف إنه في نوع أنواع اخترتها غلط وفي هاد مظبوط هو نفس اللون اللي عندي عندي ممكن استعملته قبل ممكن هلا عندي يعني هيك عرفته أنا ميبلين عادة باخد هاد الرقم مظبوط وماك عادة بشوف هاد الرقم برضو مظبوطي عرفته شو وهذا من لوريال أنا عادة باخد هاد الرقم يعني إما بتكتشفي إنك كاينة بتختاري غلط وإما بتكتشفي إنك كنت تختاري صح وهي كمان بقترح كونسيلر ومرات بقترح لك هذا هايو موجود عندي هو الثالث اللي أنا فعلا حطيته هايو مش أنا حطيت ثلاثة هايو هو الثالث اللي أنا حطيته نفس اللون اللي هو اقترحه علي فبحكي لكم إنه تكتشفي إنه مرات بحط لك بودرة مرات كونسيلر مرات فونديشن هلا إذا طلعت وفطي مرة تانية بعطيكي اقتراحات تانية مثلا فطي ودخلتي اتنين بس اتنين غير يعني واحد نفس اللي حطتي واحد تاني فبعطيكي هلا مرات ممكن يغير يعني مرات بعطيكي لوريال مية وخمسة مثلا المرة الجاي مثلا بعطيكي مية واربعة هلا إنت في دورك بتعرفي إنه إنت بين هاي الدرجتين في المحل بتختاري بتسلم بتنقي اتنين بتحطي عقيدك وتشوفي أنوء أنسب ليش أنا بحكي لكم عن هذا البرنامج عشان تصيري تعرفوا شو لونكم بالضبط هلا لونها زي لوني مبسوطة قاعدة بتشوف تعرفوا شو لونكم بالضبط اللي بتشتعني بتعرف اللي مثلا شو بدي أحكي مثلا تروح على المحل بتستحي إنها تطلب أرقام كتيرة هيك بتسيري عارفة شو الرقم اللي بدي هتو أخدو بتجرب هاد مثلا والأعلى درجة والأقل وبتشوف أنو بناسبها أنا كتير هذا الموقع ساعدني بتمنى إنه يكون ساعتكم هلا المرات الجاي رح نحكي عن الفونديشن اللي عندي وعن الألوان وعن كل هاد بتمنى إنه يكون هاد المعلومات فادتكم وإن شاء الله رح نحكي أشياء كتير عن الفونديشن يعني محتاج سلسلة يعني موضوع الفونديشن فأنا ما نسيت اللي طلبت مني لكن رح نحكي مثلا هاي إن شاء الله المعلومات هاي تعجبها ولسه رح أحكي بكل شي طلبت وطلبت كمان عن زيت طلع عندي بسندوق في تابعون سفورة برضو رح أعمل عنه ما نسيت ولا إشي من أي بنت طلبت مني أي طلب ما بنسى بس بيكون بدكم بس تصبروا عليه شوي هاي تارت هادا كونسيلر عفكرة أنا ما بستعملش هاي الدرجة عندي تارت بس ما بستعمل هاي الدرجة فيعني انتي برضو بترجع بتشوف اللي انتي أنسب لك شوف المفونديشن توصخت بتشوف اللي انتي أنسب لك ماشي يعني خلص بدك تردي لكن بساعدك أنا كتير ساعدني وبتمنى إنه يكون ساعدكم إذا عجبكم هذا الفيديو بتمنى تحطولي لايك عشان أعرف إنه عجبكم وعشان تشجعوني إنه عجبكم